السلمة المصرية تمتلق بعدد كبير من الفنانين اللي لم يظهروا كثيراً ولم يحققوا الشهرة ولكن رغم ذلك كان لهم تأثير كبير بسبب خفة ظلهم أو إفهتهم بسببها خلت المشاهد يتذكرهم على مدار الأجيال ومنهم الفنان سفالة مختارة اللي شارك في العديد من الأفلام الشهيرة وكانت له كلماته الخاصة اللي اشتهر بيها وهي كلمة أباه في فيلم رجل فوق صفيح ساخن للفنان عاد الإمام وانتم يبطوع البنزينة في فيلم محطة الأنس للفنان سعيد صالح وبالرغم من صغر أدواره اللي شارك فيها إلا إن ظهوره كان له طابع خاص اللي كنت أول ما تشوفه ما تتوقفش عن الضحك علشان كده هو من أشهر ممثلين من السنويين في السينما المصرية في الفترة منذ بداية السبعينات وحتى نهاية التبنات ولد الفنان سيفالة مختار في يوم 20 فبراير سنة 1933 وفيه تاريخ آخر متدود لما ولده هو شهر فبراير لعام 1921 بدأ الفنان سيفالة مختار مشواره الفني من خلال دور صغير في أفلام هي والرجال والعينة بالمر ومسلسل تركت جده مع الفنانة أمال زايد وده كان سنة 1965 نجاح الفنان سيفالة مختار في تقديم شخصية السازج والقبلة في جميع أعماله وحصلوا المخرجين والمنتجين في تلك النوعية من الأدوار واللي كانت سبب في معرفة الجمهور به خاصة نتلقائيته في ألقاء الإفهات المميزة ويرى كثير من النقاط إن السينما ظلمته فنيا بمنحه أدوار سنوية وإن موهبته تقدر تعمل أدوار البطولة لأنه ممثل سريع البديهة ومحبوب من الجمهور والزومة وهو متميزة إن سيفالة مختار العديد من الأفلام السينمائية المتميزة مع كبار النجوم وصل عددهم لأكتر من 100 فيلم عشر الأعمال دي غريب في بيتي ومحطة الأنس وصفح كرموز وأيام التحدي والشرابية والأرمال العزراء والفحامين ووصية رجل مجنون نروم من الأعمال المتميزة شارك الفنان سيفالة مختار في عدد من المسلسلات التلفزيونية ومنها أدم وحاوة الشيطان وعماشة وكاشة وأبو السباع وأحلام شحاتة وأهوة رضا وعودة الروح وربو العاش مرتين الفنان سيفالة مختار في عدد من الصهرات التلفزيونية منها أبرت حول العالم وأيوب والنظارة الساحرة وكيد النساء وفطوطة سنة 1983 وفوزير وحوي وحوي للفنان سمير غانم شارك كمان في العديد من المسلحيات ومنها عفريت الست شوقية وحضرة صاحب العمارة وعمدة الحلقين وربو بيكيا وياسين ولدي والحرمية في عام رحيل وأقدم الفنان سيفالة مختار آخر أدواره في أكتر فيلم وصل عددهم لتسع أفلام دفع واحدة وهم بنت الباشا الوزير ليحي شهين وثلاث ساعات حرجة وانتحار مدرس سنوي وأنه قدري وليس لعصباتنا فرغن آخر وعريس في اليه نصيب وحكاية لها العجب وقفر الطماعين وجران آخر زمن فقد بالفنان سيفالة مختار إشاع بعد وفاته بأنه أخو الفنان أحمد رمزي وده كلام غير صحيح لأن الفنان أحمد رمزي ليس لديه سوى أخ واحد اسمه حسن وبيشتغل طبيب عظام والشائعة دي أطلقوها بسبب وجود شبه كبير بينهم ولكن ظهر الفنان أحمد رمزي في أحد البرامج التلفزيونية وصرح أن هناك اختلاف في الأسماء بينهم واكد أنهما ليسوا إخوات أو حتى أقارق قائلا إزاي سيفالة مختار يبقى شقيق رمزي محمود بيومي مسعود ومن واحد من أسباب انتشار الشائعة دي اشتراك الفنان سيفالة مختار فأول أعماله الفنية مع الفنان أحمد رمزي من خلال في الماء العنب المر وهي هو الرجال سنة 1965 فنان سيفالة مختارة عن عالمنا في 7 ديسمبر سنة 1989 عن عمره ينازل 68 سنة بعد سنوات من الضحق والإمتاع حتى مات في يدوه كما عاش حياته في يدوه الله يرحموا لحد هنا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي اقع تنسى لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلوكم كل الإشارات أسيبكم فرعات الله وقمن وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي